بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انا خلاص يا جماعة هتحبس حده هجيبلي بقى عيش وحلوة يجوزرني شايفين جبتلكو ايه جبتلكو سر بقى الخلطة بتاعي دي الدورية والسر العجينة وسر التدبيلة بصراحة انا مكنتش متوقعة انه يطلع معايا خرافة للدرجة دي حاجة كده خيال وهم ومشاء الله عليه والله كأنك شريا و احسن كمان شايفين يعني انتو شايفينو بالنظر ده يعني بالله عليكي مش زي اللي بتشتري انا مش شريا على فكر انا هعمل كل حاجة قدامكم اللي تفتكروا انا اشتريته حضوته في الطبق يعني وقال لكم شوف كل حاجة هتعملها قدامكم يلا بقى نعمل مع بعض نقوله بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير اول حاجة التوابل اللي عندنا هيبقى ايه شوية زعتر شوية ملح يعني معلقة زعتر معلقة ملح معلقة بابريكا معلقة كركم ركزوا في الطوابل و سيبقى حاجة في صندوق الواصف الليل بالله وصلها محمد ومعلقة والاكمال وعليف الاسود ومعيا بردو هنا الديقيق هيبقى اربع معالق دقيق درق ومعلقتين كبار دقيق عادي معلقتين كبار نشي بردو اربع معالق دقيق درق واثنين دقيق درق واثنين نشا ومعيا بيضة ومعلقة زيت وشو هدخل بس كده والتوابل بتاحت اللي انا قلت لكم عليه تعالوا بقى ننزل بالحاجة وهالك المقادر تاني دي اربع معالق كبار دي الدرة ودي معلقتين كبار اه دي عادي دي معلقتين كبار نشة بس كده اظن عندك كل الحاجات دي متوفرة عندك ما عندكش نشة بس ودي الدرة تشتريه معادي خلص مفيش اي مشكلة مش غالين يعني وهتنزلي بقى بلا ايه بجميع التوابل اللي انا اقلت لكم عليها اللي هي ايه بقى التوابل اللي هي البابريكا والكركم والكمون وفي الاسود وعلى فكرة نسيت اقول لكم كمان توم بودر وبصل بودر ده بيخلاحه حلو قوي حط معلقة كبيرة توم بودر بودر ومعلقة كبيرة بصل بودر وشوية زعتر وطبعا هتحط الملح هلقدي الكمية وتنزلي بقى معلقة الزيت والبيضاء بس ما فيش اي حاجة خالص السند بس كده اللهم صلى سيدنا محمد آآ خل عشان بس زفرة البيضة تقلقش من الخل خالص تقلقش منه بالعكس هيخلي لك الحاجة حلوة يعني هتحاول بقى انك بالمعلقة كده او بايدك انا هسيب المعلقة دلوقتي خالص وهشتغل بايدي آآ كلنا طبعا منشتغلوا بايدنا في البيوت عادي ما فيش اي مشكلة خالص ايدنا نظيفة ما فيش اي حاجة خالص هتبدي بقى بايدي بايدنا كده وندعك المكورين دي كلها عايزين البيضة بقى تغل في جميع حبيات دي عشان ده اللي هيعمل الانتفاخات جوه في الدوريتس وهيخلي حلوة نسيت اقول لكم برضو اللي انا حطيت نص معلقة بودر انا خلاص اللهم صلى الله عليه وسلم محمد انا ليش ما صورتش معاكم الحتة دي وانا بحط البصل بودر وطم البودر ونص معلقة بيكينج بودر تلاح الحاجات دول تحطيهم برضو على الحاجات اللي قلتلك عليهم والله ما فيه حاجة زيادة بقى خلاص شوات الميا بس اللي هتعيني بيهم وبس وزي ما قلتلكو هسيبلكو المقدير بتاعت الحاجة دي كلها التوابل وكله في تحت الفيديو اللي هو صندوق الوصف اللي مش عارفوا يعني يلا بقى حط لايك بسرعة لا لو بقى المعجن كده هتكون اللي ما اشتركش معايا اشترك ويحط اللي لايك هستهل ولا ما استهلش يعني لو في نظركم يعني ما استهلش الاشتراك واللايك خلاص كملش الفيديو بقى واسيبيه وروحي بقى هسيبيه اللي تستفاد منه انت حبيب تعرفك هتزعليش يلا نعجن بقى هنحط الميا شوي بشوي يعني ما فيش كمية محددة للميا يعني انت ممكن تكون مش مالية للمعلقة ديئة الاخر يعني ممكن تكون يعني نقصة شوية وممكن تكون ماليها قوي فانا مش هادر اقولك كمية ميا محددة يعني اللي يقولك كمية ميا محددة لأي عجين ده بيبقى بيتحك عليك على فكر يعني اولا دي مش زي بعض يعني فيه دي بيبقى الميا وفي دي ما بيقبلش ميا اللهم هصلى على سيدنا محمد وكمان انت يعني انا مش بديك بالجرام ده انا بالمعالق يعني ممكن تكون المعالقة كبيرة شوية او صغيرة شوية عن اللي انا عاملة بيه مكايلة بيه فعلشان كده بقولك الميا بقى على حسب اديق معاك انت المهم شوفي عاجينة شكلها عاملت زي في ايديا على زيك بس توصل المرحلة دي كل عاجينة لقينا كده عاملة زي اللي بانا خلص وتبقى حلوة كده وسلسة معاك اتعرف تماشي معاك شوية دي ايه كده على الرخامة طبعا الرخامة غسلينهم نظفين هنعمل عليها عاجين طبعا شوية دي ايه كده على الرخامة وننزل بقى بالعاجينة حنفيدو بقى براها بقى على عاجينة عشان ما تقطعش معاك انت بقى حطي دي ايه تحت وفوق ما تخفيش خالص من دي لا تحطيه كله مش هيبان هيروح كله في الزيت على فكرة يعني الزيت هيضيع كل ده وحط دي ايه ياما تحت وفوق وبططي عشان تمشي معاك واستحسن كمان نحط كيس مشامع زي ما انا حطا كده كيس بلاستيك وتمشي عليه بالنشابة او بالبططة زي ما انا بعمل كده عشان ارقاءة قوي وتبقى رؤياه حالو كده هسهل معاك عشان العجينة ما تلزأش اه في النشابة بتحتك او البطاطة بتحتك لان العجينة هنا لينة خالص مش زي يعني عجينة العيش حاول الرأى كمان خلى رؤياه خالص عشان تبقى نشفة وحلوة كده ما تكونش لها قلب طريق سلام بقى على المتعة كده وانت بتعمل الحاجات عندك في بيتك يعني قصت بقى جرانك وصحابك انا عملت التريتوز حاجة كده يعني عظيمة تحكي على اولادك بقى يقولك عايزين نشتريوا دريتو اسروا عاملهم ديلهم مش هيقولولك تاني نشتريوا دريتوز من بلا عارفين ان ماما شاطرة بتعمل كل حاجة هيقول لصحابهم بقى ماما بتعملنها دروتيس وماما بتعملن حاجات حلوة ان شاء الله بازن الله هملكوا حاجات حلوة كتير في الفيديوهات اللي جاية بازن الله والله بجد بوعيدكو يعني في الفيديوهات ان شاء الله بازن الله مميزة وحلوة هنعمل وصفات جديدة معاكم غير المعتادة وغير التقلودية حاجات كده انت يعني انت نفسك ما كنتش توقع ان انت تعمل حاجة دي في البيت عايزة اقول لك بشرة صارة لكل ام مصرية عندها اولاد او ما عنداش اولاد وعايزة تتسلى في البيت هتعملي كل حاجة في البيت مش هتشصري حاجة من برا انا عملت ايه انا عملت العجينة فردتها هوت يعني الكلام خدنا بقى ونسيت اقول لك انا عملت ايه بس انتم شايفين كل حاجة والتمقصة انتم هتفيدوا العجينة خلاص بقيت رقيقة خالص هتقطعها بقى كده بالعرض ازاي بنا عملتها وبعدين اعملي سبعة في تمانية سبعة في تمانية العارف السبعة تانية بكم يقولي ماشي سبعة في تمانية كده يلا عايزها مسلسات انت عايزة تعملها مربعات براحتك خالص يا امورة انت اللي هتاكل انت اولادك عادي ما فيش اي مشكلة خالص اعملها مربع اعملها دايرة عامليها زي ما تعمليها بس انا هتعملها دلوقتي مسلسات قدامكم عشان تبقى زي الدوريتوس يعني تتأكدوا ان هو دوريتوس بس طبعا الشكل مش هيغير في الطعم حاجة طالما الطعم خلاص دوريتوس اعمليه باي شكل زي ما انت حباه يا سلام يا سلام على الجماعة شايفين السبعة في التمانية يلا حد عرف السبعة في تمانية بكامل يقول اللي عارف السبعة في تمانية بكامل يقول يلا ينزل في التعليق ويكتب لي يا الهي لله شايفين بقى المثلس واريه القمان ما تقلقيش ما دي اللي تحت ده خالص لأ انت حط دي عشان تقطعي وتشل معاك ما يلزاش في الرخامة ما تقلقيش منه دي اللي تحت ده خالص ما تقلقيش كل هيختفي في وين بقى نيجي بقى على الانتجاز كمل بقى الحاجات دي كلها مش يعني مش لازم اكمل كل حاجة معاك وانتو خلاص عرفت وشوفت كل حاجة هوت خلاص حلو كده تيجي بقى على الانتجاز بس حطينا الزيت بتاعنا والله يستحسن تعملي في زيت غزير فانا حطى زيت في المتواصل في المتواصل يعني لا هو كسير ولا هو ايه ولا هو قليل شايفين من شاء الله يعني ما بياخدش وقت ولا حاجة في اللهم صلى الله عليه وسلم محمد ما بياخدش وقت ولا حاجة في التحمير يعني في القلب انا حبيت معلش الفيديو طول معاكم معلش هو طويل ليه يعني ان انا بوريكم كل خطوة بخطوة قدامكم لاتقولوا اللي انا روحت اشتريت كيس دوريتي وسانا على فكرة الكمية قديمش هشتري لها كيس يعني ممكن اشتري لها باشين تلاتين جنيه يعني تعالفين اللي الكيس مبقاش فيها اللي كان واحد ماشي فانا الله ما صلى الله سيدنا محمد حبيت اعمل كل حاجة قدامكم مجريش الفيديو في الفيديو دي بالزاد مجريش انا اجريه عشان تصدقوا ان كل حاجة معمولة قدامكم طبعا في حاجات باختصارها بس المهم ان في حاجات يعني كل يعني اعتبر خلاص اعتبر كل الوصفة قدامكم باش اي حاجة سهلة جدا ومقادير موجودة عندك في البيت وحتى لو اشتريت حاجة مش موجودة عندك فهي حاجة رخيصة مش غالية يعني يعني حاجات رخيصة مش غالية خالص خالص وانا عملت باي باربع معارق دي بس اربع معارق دي دورة بس هم معلقتين بقى دي عادي عليهم معلقتين نشا بيضة طبعا موجودة عندك على طول البيت والتوابل طبعا موجودة عندك مش موجودة هتشتري بجنيه بجنيه كل حاجة بجنيه بجنيه يعني عادي يعني فيش اي مشكلة خالص يعني اقول هتكلفي على شوائده الكام خمسة جنيه طب انت لو رحت تشتريتين هما تشتريهم بايه جاوب انت بقى معيني يا انت كيف الحاجات دي ما تجيش خمسة جنيه هما ما تجيش اتنين جنيه اصلا ايه رايكو بقى هوريكو دلوقتي هحط بس الدور ده وهوريكو انا عازاك ما تلاقيش اول ما تطلعين الزيت هيتحس ان هو طري شوية ما تقولش لا ده الوصفة وحشة وفشلت وكده لا انت بس بمجرد ما يقعد دقيقة واحدة بس برا النار او دقيقتين بالكتير هتبص لقيه هنشت بقى بقى هاديد معاك يعني انا اول ما طلعته كده من الزيت لقيته طري شوية قلت ياه الوصفة فشلة بس والله قاعد يا دبق دقيقة يعني بكسرهم ارمش وحاجة كده خياء وهوريكو كل حاجة دلوقتي قدامكم علش هحط بقى الدور ده وهوريكو لزقت في جداري الطاصة هتنزل هتروح فين فيش حاجة هتروح من هنا كده ولا كده كل حاجة هتتعمل وهتتاكل يعني انتو احمد ربنا ان اولادي والله يا كنت عايشاهم بالعافية كده من على ايه شايفين من على الطبق اكنا عايزين يكلوه من غير ما صوره يعني تعب ده كله في الاخر اه ما صورش يعني الطبق في الاخر لأ انا بقول لك هو اول ما طلعت دي دي اول ما دي اللي سمطلعها فانا بكسرها لقيتها لينة شوية شايفين بقى هجيب لكم اللي تحت اللي مطلعها من شوية شايفين بقى اتكسرت ازاي بكل سهولة مقرمشها ازاي وشايفين بقى الانتفاحات اللي فيها جميل او انا بحاول اختصر بقدر الامكان لشان ما طولش الفيديو عليكو يعني بافصل على ما بس ايه على ما بتستويه وطلع لانا كده هطول الفيديو عليكو هتذهبوا مني بصراحة انتو زمانكو اصلا مليتو بس انتو لو انتو من محبين الدريتوس مش هتملوا يركزوا بس في كل خطوة انا بعملها عشان يطلع معاكو ناجح وحلو شايفين بقى بعد ما خلص الله عالجمال الله عالجمال حلو او بجد تحفة انا والله مش بقول كده علشان خاطر بقى يعني بيجلكو الحاجة حلوة لان بعمل كل حاجة حلوة لأ بجد هو حل حلو 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 يعني انا كان هنا علي اشيل الطبق واجري بقى في البلد عندنا واقول الله يا جماعة عملت الدريتوس عملت الدريتوس انا هقطع على شركة الدريتوس وهعمل بقى جيب الكياس وعب وبيع هتوسل انا من يمت شوية يلا الناس غلبة والله اعملوا كل حاجة ببيتك مش كل حاجة تشير يا شير يا شير يا لا اعملوا كل حاجة ببيتك لايام اللي احنا فيها دي ما فيش حد تشتري حاجة من برة يلا بقى يا حبيب تشتركي في القناة وعملوا لايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة وبركاته